ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وفد مملكة البحرين في عمال المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد وزير العمل أن مشاركة مملكة البحرين تأتي انطلاقا من حرصها على الاطلاع على التجارب النوعية وتبادل الخبرات في أسواق العمل الأخرى لافتان إلى أن مملكة البحرين تتمتع بتجربة رائدة في تطوير سوق العمل إذ نجحت بفضل السياسات الفعالة التي تنتهجها في الدفع بسوق العمل إلى أفاق أرحب وتحقيق مستويات متقدمة من النمو والاستقرار وجذب فرص الاستثمار المولد المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ويتناول المؤتمر خلال انعقاد جلسات العديد من الموضوعات ومنها ما يتعلق بعادة هندسة أسواق العمل والمهارات المطلوبة للدفع بالإنتاجية إلى مستويات أعلى ومستقبل التطور التكنولوجي وفي مقدمته تأثيره على سياسات التوظيف والأسلوب الأمثل لتحرير السوق والمؤسسات واستجابتها على تلبية متطلبات المستقبل لمواجهة التقلبات الاقتصادية إضافة إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال